اشتركوا في القناة سموها الاشهر الحرم فجاء الاسلام واقر هذا التقويم لوضوحه وسهولة الاخذ به قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وحج وزكاة قال تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اما التقويم السنوي فلم يكن للعربي تقويم خاص قبل الاسلام فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وغيرها وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وفور وصوله الى المدينة باشر بالقيام باعمال تأسيسية ترتبط بمستقبل الدعوة الاسلامية منها وضع التاريخ الهجري وهناك من يرى ان اول من وضع التاريخ هو عمر بن الخطاب في قصة يرويها المؤرخون انه وصلته اي لعمر رسالة من ابي موسى الاشعري عامله على البصرة يقول فيها انه يأتينا من قبلك كتب لا ندري على ايها نعمل قد قرأنا سقا منها محله شعبان فما ندري اي الشعبانين الماضي او الاتي عندها جمع عمر الناس فسألهم من اي يوم يكتب التاريخ فقال بعضهم يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وآله وقال اخرون من مبعثه صلى الله عليه وآله الا ان الامام عليا قال بان يبدأ من الهجرة الى المدينة لانه اوضح عند الجميع من المولد والمبعث فقبل عمر بذلك فبدأ العمل بالتقويم الهجري في السنة السابعة عشر للهجرة الا انه بعد تتبع الروايات نجد ان رسول الله ارخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران وامر علي عليه السلام ان يكتب فيه انه كتب لخمس من الهجرة وقال الزهري احد علماء العامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة مهاجرا امر بالتأريخ فكتب في ربيع الاول وهناك سؤال يطرح انه لماذا اصبح اول السنة هو شهر محرم حيث ان النبي هاجر الى المدينة في شهر ربيع الاول لا يختلف احد في ان الهجرة النبوية الشريفة كانت في شهر ربيع الاول الا ان عمر بن الخطاب غير التقويم وجعل شهر محرم اول السنة الهجرية الا ان الامام علي صلى الله وسلامه عليه شأنه شأن الكثيرين ممن لم يرضوا بمثل هذا التغيير لكنهم غلبوا على امرهم والمستفاد مما تقدم ان النبي صلى الله عليه وآله هو اول من ارخى ولكن عمر قد غيره في عهده من ربيع الاول الى محرم وجرى الناس على هذا الامر الى يومنا هذا التاريخ الهجري من موجبات عزتنا وعليه يقوم تاريخنا وتراثنا ولكن للأسف الاعمل اغلب من البلدان الاسلامية تعتمد وبشكل رسمي على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا